دلوقتي جي معنا مع اخر فقرات حلقتنا وهي فقرة وان شاط واللي بنسلط فيها الدوع على اللقطات الايجابية او الاخبار الايجابية في الوسط الرياضي لقطت اليوم من بورتغال واللي شهدت وقعة جديدة وجميلة جدا في مباراة بورتو ديد سبورتينج براجا في الدوري البرتغالي حيث حصل حامل الكرات على الجيزة اللي بيتم تخصصها للعبين وحصل الاسباني جونزالس لعب فريق بورتو على جيزة رجل المباراة لكن جونزالس قرر التنازل عن الجيزة واعطى الجيزة لحامل الكرات الخاص بفريقه لانه كان سبب فيه احراز هدفه والفوز فيه المباراة اللي فاز فيها بورتو طبعا على براجا بنتيجة اتنين واحد ضمنه منفسات الجولة التمنى من الدوري البرتغالي وجي الهدف بعد مخرجة الكرات رمية التماس لصالح بورتو بالقرب من منطقة جزاء براجا وقام حامل الكرات برمية الكرات سريعا الى احد لاعبي فريق بورتو اللي مرره بشكل سريع لطبعا ينجح بورتو من خلال هذه الهجمة احراز هدف الفوز وقام فيتور برونو طبعا مدارف فريق بورتو وجونزالس طبعا بتوجيه الشكر والتحية لحامل الكرات الشاب على ذكاءه وسرعته في تمرير الكرات اللي كانت على خط التماس